اشتركوا في القناة نبتد نحارب كليات اللهوت نبتد نحارب بعض يا جماعة انا ضد من الناس اللي بتقعد تحارب بعض البعض ولسيما المؤمنين عن طريق الميديا عندك مشكلة مع اخوك حلها مع اخوك لكن فعلا هذا الحقيقة اليوم عم بيعلموها البعض بينكر وجود الشيطان شو اللي عم بصير حوالينا طوي بتفسير هتلر كيف وتفسير داعش كيف وتفسير كل اللي عم بصير في هذا العالم شو بتفسروا حالات نفسية حالات هستيرية آه هدول جماعة المؤمنين شكلهم مروشين شوي بالموضوع عاربش عم منتخنها عارف بتزيد في الموضوع بس ما تنقسش من الموضوع وفي ناس يعني زي كان من زمان اللي هي عبادة انه كل شيء الى اليوم صار كل شيء شطان حتى اذا خربت الغسالة فيه شيطان لازم بتنتهره انا مش من اللي بناده لكن فعلا في عمل شيطاني في الخفاء عمال ارواح شريرة عم بصير في هذه الايام بكثرة وبقوة لكن احباء الاخبار الصارة انه المؤمن الحقيقي ما فيش تأثير عليه لا عرافة ولا عيافة على اسرائيل قديما طبعا اللي كان شعب الله وطبعا على المؤمن مش ممكن تأثر عليك هذه التأثيرات لكن اذا في مناطق مزلمة في حياتك الشيطان بيعمل من خلال المناطق المزلمة من خلال هذه الارواح الشريرة اللي انت يمكن مش شايف ما عندكش المضوج الروحي او الحس الروحي او التمييز الروحي ولما الانسان بيضعف وبيبتدي يتنازل طبعا بيصير ضربات ابليس اكتر واكتر بيعمل عن طريق التجارب عن طريق الارواح وللأسف طرق لا حصرة لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر